غادة عادل مش اول مرة تكون ضيفة في برنامج المقالب الخاص برامز جلال ظهرت معا مرتين قبل كده في مقلبين مختلفين وفي كل مرة بتدخل الخدعة عليها وبتتعرض لمقلب من رامز ورغم منهيارها او صرخها بس رامز برضو بيصمم انه دايما يصدفها في برنامجه السنان دي ظهرت في برنامج رامز موفي ستار يا ترى ايه رد فعلها خصوصا انها مش المرة الاولى ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده غادة كانت ضحية خدعة الحلقة بتاعت النهاردة في رامز موفي ستار وطبعا كالعادة علق رامز على غادة في اول حلقة بالكلام عن انها ام الخمسة اولاد منهم شابين كبار وكمان قال انها محافظة على رشقتها ونفسها وشابها بملكة جمال كوستاريكا رامز جلال سخر في البداية او في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من الفنانة غادة عادل وقال معانا النجمة المطلقة السنجل مادر الستة لمية راجل غادة عادل وعلق الفنان رامز جلال على لبس الفنانة غادة عادل فاتنة من فاتنة كوستاريكا وموزة من وزا سكوبا غادة لبسة جاكت جلد معيز وعملة قصة شعر هند رستوم في ابن حميده وعلق طبعا على طلقها من مجد الهواري والمرحلة اللي بتمر بيها ولما ادوها الورد في مقدمة الحلقة قال محدش عبرها من الساعة طلقها من حزمة جرجير اما غادة عادل فكان المقلب داخل عليها جدا وكانت سعيدة جدا بمقابلتها للنجم العالمي فندام لدرجة انها ما كانتش مصدقة حتى وكانت عايزة تتصور مع فندام وفضلت تقول انها مش مصدقة نفسها اول ما بدأ المشهد يدخل في المقلب والعربية مالت لقدام غادة خافت جدا وانهارت وصرخت وعيطت لدرجة انها خلعت البروكة اللي بيلبسوها للضيف واللي هي جزء من الزي عشان المشهد اللي بيمثله مع فندام ورمتها وانهارت اخر مرة ظهرت فيها غادة عادل في برنامج رامز مجنون رسمي من سنتين ولدها على قناة الان بي سي وقتها قال رامز انه جاي بغادة لانها بتمر بمحنة طلاق كبيرة من جزءها مجد الهواري وانه بالمقلب ده هيساعدها عشان تتخطى الازمة بس غادة ساعتها نهارة انهيار كبير وفضلت تصرخ وتوترت جدا كمان قبل رامز مجنون رسمي ظهرت غادة مع رامز في برنامج رامز بيلعب النار وده كان اول ظهور لها معاه وبرضو حصل لها حالة من الانهيار العصبي وبعد كده طبعا رامز هداها بعد انفعلها غادة عادل اجتمعت قبل كده مع رامز جلال من حوالي 17 سنة في فيلم عيال حبيبة اللي كان من بطولة رامز جلال وحمد هلال واخراج مجد الهواري وكمان فيلم البشا تلميز عام 2001 مع كريم عبد العزيز ورامز جلال واخراج مجد الهواري كمان كان لها مشاركة فيلم احدى من نوتردام مع رامز جلال وده فيلم الاخير عام 2021 درست غادة عادل المحاسبة بمعهد في ليبيا وتولدت وعاشت فترة طويلة من عمرها ناك بتتكلم اللهجة الليبية باجادة شديدة غادة عادل عندها اربع اشقاء ولد وثلاث بنات وتولد زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها اكدت غادة انها كانت ام تانية ليها لدرجة انها ما اكتشفتش انها مش ممتها الا لما قالوا لها غادة عادل رجعت لمصر وبدأت مشورة الفني من خلال الاعلانات والاغاني المصورة وتعرفت من خلالها على زوجها السابق المنتج والمخرج مجد الهواري غادة عادل انفصلت عن مجد بعد جواز دائم لعشرين سنة وانجبت منه خمسات اولاد ورغم الحب الكبير بينهم الانفصال حصل وده من حوالي ثلاث سنين تقريبا لكن بيجمعهم علاقة محترمة جدا ودايما مجد الهواري بيسندها خصوصا في مرضها الاخير لما جالها تسامم في الدم ودغلت المستشفى كم يوم وده كان على اسر المرض ودايما في شائعات كتير عن عودتهم لبعض خصوصا بعد تعب غادة الاخير والان دايما مجد بيحط صور لغادة على صفحته ومع ولادهم لكن محدش لحد دلوقتي اكيد خبر رجوعهم تاني